أنا فعلا أنا آخر سنوات مثلا أنا آخر ثلاث سنوات مثلا أنا آخر ثلاث سنوات مثلا آخر ثلاث سنين رسائل جمهور الأهلي يعني ناسا أنا عايز أفقرك بجزئية دي وحنا بيتكلم برضو في سواق التعليق كان دايما حتى قبل مباراة الأهلي وأنا حتى قلت الكلام ده في الإنترو أي جمهور بيفقر في إيه؟ تشكيل مين اللي هيلعب؟ مين هيغيب؟ المدير الفن هيلعب إزاي؟ لا دا وصلت لمرحلة أدقي التفاصيل إن كان الجمهور الأهلي تحديدا أو الجمهور بشكل عام بيهتم مين اللي هيعلق على المباراة؟ أنا آآ بعلق للأهلي لأن الأهلي بيمسل بلدي بيمسل بلدي فلازم أعلي بلدي وبلدي في الماتش ده هو النادي الأهلي أنا سألتك واضحة بس تمام بس أنا لما علق في مصر آآ مشاعر هتبقى كبيرة جدا جدا ولكن أنا بعلق بره مصر في قناة عربية فلما الأهلي يفوز بالأقب أفريقي فبقمة السعادة قمة الفخر لما منتخب مصر يفوز بالأقب الأفريقية 2006 و08 و10 ويقدم أداء مشارف كسر عام لقارات 2009 أنا في قمة الفخر فخور ببلدي سواء كان نادي أو منتخب قدام مين قدام أي زميل آخر ليه فهي دي قصة هي دي قصة غير أن أنا أهلاوي غير أن أنا أهلاوي يحبز أن المعلق يقول أنت ما أقول؟ ما تقول إيه يعني ما ما تفرقش طبعا علاقة في الأرتي وعلاقة في قناة النيل الرياضة ما تشاط لأهلي وزمالك وإسماعيل والتحاد بس الدول مصري لما علق دول مصري الأهلي حلوة أقول حلم الأهلي السيئة أقول سيئة الزمالك حلوة أقول حلم السيئة أقول سيئة لأن فيه أمانة الكلمة لأنه بعلق للجمهور المصرية بالضبط لما بعلق في دولة عربية أو في قناة عربية لفريق مثلا مصري بس فريق مصري بيلعم مع فريق غير عربي حتى لما كنت بعلق أهلي والترجي الأهلي والنجم الساحلي بعلق أهلي الأهلي بس بيتكلم عن فريق المنافس بكل احترام و بكل تأذير في دورة مصري لا طبعا أكيد التعليق هيكون مختلف مختلف كل واحد ياخد حقه بنقدر كل الفرق بنقدر كل الأندية انتمائي هيكون خارج الميكروفون و خارج كابينة التعليق كل الأندية سواسية كل الأندية على راسي من فوق المهم نحن نشوف مستوى محترم ونشوف سلوك رياضي محترم سواء من الأجهزة الفنية أو اللاعبين وأيضا من الجمهور ورسالتك في التعليق واصلة يعني المشاهد وهو بيسمع الكلمة بيوزنها فيعرف رغم أنت مثلا بتقولي أنت معك أهلاوي بس المشاهد أنا أريد أن تقولي حاجة محمد أنت كواسي أنت بقدر الرسائر أنا فعلا أنه قلت بعلق كنت بقدم رسائر على الهوى في أحد مرشاة النادي الأهلي كان بعدها بأسبوع وماتش الدار بالأهل والزمالك وكان الدنيا ولا على نار وصلت الرسالة للجمهورين للأهل والزمالك وقلت يا أهلاوية في حادثة برسعيد مين وقف جنبك جمهور الزمالك العظيم والزمالكوية مين وقف جنبك في حادثة فعالجوي جمهور الأهل العظيم ترمتش الداربي سمعتك وسمعتي سمعت بلدنا جي رسالة رسالة من وصلها للناس آه أهلي وزمالك ودربي وسأهم حاجة قبل المستوى الفن المستوى الأخلاقي لأن مصر كل الوطن العربي بيشوفها أعلمنا متابع من كل الدول العربية سواء بالنمج رياضي بالنمج إخباري بالنمج السياسي نحن الكبار الموجودين نحن كبار الموجودين فكت بقول رسالة دي أن أنا خايف خايف يحصل مشاكل خنائة يبقى منظمة نحن كمصرين مش حل وبتأدي دورك وبأدي دوري والإعلام رسالة والتعليم وبتأدي دوري سيبك أنت وعمري ما جرحت في حد أنا عمري ما جرحت في حد وبكني كل احترام وتأدير لكل الناس يعني عمري ما اتكلمت عن نادي أو عن جمهور أو لاعب أو حكم أو مدير فني بأي كلمة فيها عشر في مئة ساعة أو واحد في مئة ساعة لأن لا دايما بقدم رسالة أتمنى هي تكون كانت رسالة خلال فترة ماضية رسالة محترمة لأننا الحمد لله قمصريين الناس محترمين الحمد لله طيب ما تيجي نشوف تأثير الرسالة على الجمهور في الشارع أنت قلت رسالتك ومتسجلة والناس سمعتها وفي مباراة لا دا في مباراة واثنين وبطولة وعشر رسالة محترمين